اهلا بيكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هقول نصايح سريعة كده للاطباء حديث التخرج واطباء الامتياز زي دردشة بسيطة كده مع بعض ونقاط كده نخلي بالنا منها لو عيان جاي لك التوارئ وعنده بجاستريك بين او قلم في الحتة دي مش عايزين يبقى كل اللي في دماغنا ان دي جاستريتس او التهابات في المعدة العيان لو كبير في السن او ريسكي يعني عنده سكر عنده ضغط عنده ارتفاع دهون او العيان اول مرة يحس بالقلم ده يبقى لازم ناخد بالنا شوية ونعمل للعيان ده رسم قلب لان احيانا الانفيرور اما اي او الجلطة في القلب ساعات تيجي بقلم في المنطقة دي لو هتكتب العيان علاج سكر وده اول مرة ياخده في حياته عرفه باعراض الهايبو جليسميا او انخفاض السكر عرفه ايه اللي بيحصل بيحس بايه ويتصرف معاها ازاي قل له لو حسيت بضوخة وعرق والدنيا بتسود في وشك وحاسس بهبوط وإحساس بالجوع كل حاجة مسكرة بسرعة لو تعرفت ايه سكرك ايه سو وروح المستشفى فورا لو عيانة حامل وبتاخد علاج للضغط او هتاخد علاج للضغط او عتديها مجموعة الاس او مجموعة الاربس ممنوع تماما حتى لو العيانة لسه بتخطط للحمل كمان لو طفل اقل من 3 سنين وهتدي له حقن عضل فالافضل انه ياخدها في عضلة الفغز الامامية زي اللي في الصورة كده ما ياخدهاش ورا لان العصب بتاع رجله بيكون لسه ما اكتملش في الوقت ده وممكن اصابته وممكن يعمل مشكلة كبيرة فالمكان ده هو الصح لو عيان جاي لك وعنده انيميا فما تكتبلوش مقويات وتقول له روح لازم تحاول تعرف نوع الانيميا وسببه ايه كمان يعني تعرف الانيميا دي انيميا نقص حديد ولا نقص فيتامين بي 12 ولا انيميا اوف كرونيك ديزيز ولا انيميا ايه بالزبط وكمان ايه السبب اللي دخلو في الانيميا يعني لو كانت انيميا حديد ايه السبب هل العيان بينزف من اي مكان هل عنده لقدر الله سرطان هل في مشكلة تانية لازم نعرف السبب بتاع الانيميا ونعالج السبب اذا امكن مش بس نعوض النقص اللي عنده لو سيدة متجوزة وجاية تشتكي لك من قيء وما فيش اعراض تانية كتير استبعد انها تكون حامل حتى لو هي بتاخد وسيلة لمنع الحمل احيانا ان الوسائل دي بتفشل والسيدة تحمل عليها فاستبعد الحمل دايما لو عيان جاي لك وبيشتكي من حاجة انت شايف انها حاجة مش خطيرة زي مثلا القولون العصبي خلي في بالك دايما الريد فلاكز او العلامات الخطر اللي تدور عليها يعني ما يكونش عيان وزنه بيقل ما يكونش عنده انيميا جديدة ما يكونش فيه دم بينزل في البراز مثلا ما يكونش بيرجع دم مثلا ما يكونش عنده في العيلة تاريخ مرضي لامرات تانية زي الانفلاماتوري باول ديزيزيز خلي بالك لو عيان هتكتب له في العلاج بتاعك كورتيزون عرفه وقوله انا هكتب لك كورتيزون بسبب كذا والمدة كذا ما فيش منه مشاكل كبيرة طالما هناخده بالجرعات المناسبة والمدة المناسبة وهو ضروري لحالتك فهمه عشان هو لو رجع البيت وقرى النشرة بتاعت الادوية ولقى فيها كورتيزون ممكن مايرضاش ياخد النوع ده من العلاج وممكن ماياخدش العلاج كله وممكن مايرجع لكش مرة تانية المفروض تفهمه كل انواع العلاج اصلا وخصوصا الحاجات اللي الناس عارفاها شوية واللي بتخاف منها شوية زي الكورتيزون مثلا لو عيان بيشتكيلك من اي شكوى ركز كويس وشوفه يقصد الشكوى دي بالزبط ولا لا لان العيانين كتير بيغلطوا في وصف الشكوى اللي عندهم مثلا عيان عنده تنزمس عيان عنده تعنية ممكن يقولك عندي امساك عيان عنده الام في العظام ممكن يقولك عندي سخنية في جسمي او سخنية في عظمي عيان عنده الام في البطن او تقلصات او حموضة ممكن يقولك عندي سخنية داخلية فاستفسر كويس جدا عن الشكوى بتاعة العيان وخليه يشرح حالك بكذا طريقة واستفسر منه يعني لدرجة انه لو قالك امساك قل له يعني براز ناشف يعني بتعمل عدد مرات اقل يعني في وهكذا ركز مع شكوى العيان واستفسر منه بالضبط عليها لو عيان معرفتش التشخيص بتاعه قل له انا مش عارف دي حاجة مش عيب ابدا وحوله لحد اكتر خبرة شوية منك او للتخصص الدقيق بتاعه وانت مع الوقت وكل ما تزداد خبرة هتلاقي انك سهل تقول للعيان انا مش عارف بصراحة وده مش هيعيب منك حاجة خالص بالعكس لما تحوله لحد متخصص اكتر في النقطة دي او حد يقدر يشخصه فانت كده فدته كتير انه هياخد علاجه بدري وهتشخص صح بدري ان شاء الله لازم تكون عارف اي عيان كريتكال حالته حارجة لازم تكون عارف ABC الاروي والبريثنج والسيركوليشن ولازم تركب الاي في لاين اتنين كانيولا لو الحالة حارجة ولازم تقس له السكر اعتبرها من ضمن الفيطال ساينز طبعا كلنا عارفين الحالات اللي بنقول عليها سايكيك مسلا واحدة ست جزها مزعالها فاغم عليها وجاي بنهالك لاستقبال ما تحكمش على حالة انها سايكيك غير لما تكشف عليها كويس جدا وتشوف الفيطالز بتاعتها ضغط ونبض درجة حرارة سرعة التنفس اي نعم سرعة التنفس ممكن تكون زايدة شوية في الوقت ده وتقس لها السكر لو مغم عليها وتسمع نفسها وتاخد هستر كويس ما تكونش بلع حاجة مثلا وغدة مادة سامة ما يكونش حاجة تانية ما تكونش شامة مادة معينة بعد كده تقدر تقول انها سايكيك وتشوف البينفولستيميولاي هيجيب معاها نتيجة ولا لا ولو البينفولستيميولاي ده ما جابش نتيجة والعيانة مغم عليها ممكن نعرضها على حد اكتر خبرة شوية او حتى على دكتوره المخ والاعصاب مش هنخسر حاجة مش عيب ابدا فما نقولش الحالة سايكيك من على الباب لازم نكشف عليها الاول ونتطمن عليها وناخد هستري او تاريخ مرضي كويس جدا لو هتعمل للعيان بتاعك اي بروسيدجر يعني هتركب له كانيولاي هتدي له حقنا هتعمل له اي حاجة لازم تعرفه وتاخد موافقته طالما فايق يعني مثلا انا هقيس للعيان السكر هقول له يا عم الحاج بعد اذنك انا هقيس لك السكر عشان هتطمن عليه فهشكك شكة صغيرة ماشي يا عم الحاج لو قال ماشي يبقى كده تمام لو هتكشف علي سيدة خصوصا لو جاية لوحدها يبقى لازم لازم ممردة تكون معاك وقت الكشف لو انت طبيب حديث التخرج يبقى اول حاجات لازم تتعلمها هي حالات الطوارئ لان الحالات دي العيان بيكون مش عنده وقت كتير ولازم ننقص حياته بسرعة اما الحالات العادية واحد عنده امراض مزمنة مثلا ضغط سكر مش عارف ايه فدي ممكن تاخد وقتها براحتها ونحولها للدكتور بتاعه براحتها وعلى القناة بتاعتي موجود فيديوهات كتيرة جدا عن الطوارئ تقدر تشوفها لو عجبتك النصايح دي والتكات دي اكتب لي في التعليقات عشان نعمل منها جزء تاني وتالت ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم